إذن كان الحديث عن الملائكة أولا عن إبليس ثانيا عن أبينا آدم وأمنا حواء ثالثا عن نوحن النبي رابعا بعد ذلك كان الحديث عن يوسف وعن يعقوب وعن عائلة يعقوب سأحدثكم من القرآن أيضا عن موسى النبي وكيف اختار من قومه سبعين رجلا من خيار قومه بحسب موازين بني إسرائيل وبحسب موازينه هو لقد فلترهم فلترة دقيقة ولكنهم خانوه وغدروا به القرآن هو الذي يحدثنا وموسى كليم الله نبي من أولي العزم في سورة الأعراف وفي الآية الخامسة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من السورة واختار موسى قومه موسى هو الذي اختار قطعا بالاستعانة بوجهاء بني إسرائيل لكن الاختيار في آخر الأمر كان بيد موسى وبأمر موسى الآية صريحة واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا حينما حدثهم موسى حدث بني إسرائيل من أن الله يكلمه قالوا نحن لا نصدق ذلك نريد أن نسمع بأنفسنا الحكاية فيها تفصيل فاختار سبعين رجلا من خيار قومه وأخذهم للميقات ولكنهم غدروا به تبين أن اختيار النبي موسى لم يكن موفقا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة لماذا أخذتهم الرجفة لأنهم غدروا بموسى ونقضوا الاتفاق فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي فإن الله قد أهلكه إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الخامسة والخمسين بعد البسملة وما بعدها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هم اتفقوا على أن يسمعوا ولكنهم حينما وصلوا إلى الميقات وسمعوا سمعوا كلام الله يكلم موسى قالوا نريد أن نرى الله جهرة نقضوا الاتفاق وغدروا بموسى فلما قالوا هذا نقضوا الاتفاق نزلت الصاعقة عليهم فأهلكتهم جميعا أهلكت هؤلاء السبعين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم بعد أن توسل موسى إلى الله وقال لله سبحانه وتعالى ماذا سأقول لبني إسرائيل سيقولون لي من أنك أخذتهم أحياء وأنت الذي تسببت في قتلهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون أنا لا أريد أن أتحدث عن كل تفاصيل هذه الواقعة مع أهمية الواقعة إنما أشير إلى ما يرتبط بموضوع الحلقة الحديث عن علم الرجال سبحانه وتعالى حينما أنزل الصاعقة على هؤلاء حينما أنزل الصاعقة على هؤلاء ولذا فإن القوم الذين فالترهم وصفاهم واصطفاهم من كل بني إسرائيل حقهم أن يعذبهم الله بهذه الصاعقة التي نزلت على رؤوسهم وأهلكتهم أهلكتهم عن آخرهم لم يبق منهم أحد يعني أن موسى النبي لم يكن موفقا في تقييمه الرجالي في الجميع مع أنه بذل جهدا كبيرا في هذا الموضوع نقرأ في تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية إنها أحاديث الباقر والصادق وسائر الأئمة صلوات الله عليهم الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 224 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا إلى آخر تفاصيل الآية فإن موسى لما قال لبني إسرائيل إن الله يكلمني ويناجيني لم يصدقوا فقال لهم اختاروا منكم من يجيء معي حتى يسمع كلامه فاختاروا سبعين رجلا من خيارهم وذهبوا مع موسى إلى الميقات فدنا موسى فناجى ربه وكلمه الله تعالى فقال موسى لأصحابه اسمعوا واشهدوا عند بني إسرائيل بذلك فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاسأله أن يظهر لنا فأنزل الله عليهم صاعقة فاحترقوا وهو قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هذا في تفسير القمي في عيون الأخبار عن إمامنا الرضا وهذا هو الجزء الأول والطبعة طبعة مؤسسة الأعلم صفحة 178 من حديث طويل يبدأ في صفحة 174 عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث الذين يحدثهم عن الأنبياء فمما قاله عن موسى وعن القوم الذين اختارهم وكان القوم سبعمائة ألف رجل اليهود قوم موسى سبعمائة ألف وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم موسى سبعين ألفا ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعين رجلا لميقات ربهم إلى آخر ما جاء في الرواية إنها عملية فلترة شاقة من سبعمائة ألف اختار سبعة آلاف ومن سبعة آلاف اختار سبعمائة ومن سبعمائة اختار سبعين استعان بخبرة قومه واعتمد على موازين تقييمه فماذا كانت النتيجة كانت النتيجة أن غدروا به وغدروا باتفاقهم مع الله أساسا قبل أن يكون مع نبيهم فغدروا بعهدهم مع الله وبعهدهم مع موسى فأهلكهم الله فأين ميزان تقييم النبي موسى إذا كان موسى من أولي العزم وقام بكل هذا التحقيق الحسي وليس بتحقيق حدسي مثلما يفعل مراجع النجف وكربلاء والذي لا قيمة له لأن التحقيق الحدسية قياسات إبليسية في مثل هذا الموضوع واستحسانات شيطانية وقذارات ناصبية دمر بها مراجع النجف وكربلاء دين العترة الطاهرة بعلمهم بعلمهم هذا الذي يسمى بعلم الرجال بعلم الكالات والقنادر والأحذية الجايفة فموسى بكل هذا التحقيق الحسي وبكل هذه الفلترة مستعينا بخبرة قومه وجهاء قومه وبخبرته النبوية وبموازين التقييم عنده مع كل تلك التجربة تجربة موسى معقدة من بيت فرعون بكل التفاصيل المعقدة في بيوت الفراعنة والأباطرة والسلاطين إلى بيت شعيب النبي ولمدة طويلة إلى أن جاء إلى قومه ولقي ما لقي من آل فرعون ومن بني إسرائيل حكايته معقدة حكاية موسى مع كل تلك التجارب ومع النبوة ومع خبرة قومه واختار ما اختار بعد كل ذلك التحقيق الحسي والفلترة المباشرة من سبعمائة ألف اختار سبعة آلاف ومن سبعة آلاف اختار سبعمائة ومن سبعمائة اختار سبعين فلم يكن اختياره موفقا ولا في رجل واحد والآن يأتي السستاني أو يأتي الخوئي أو يأتي محمد باقر الصدر بعد مصادرها ذكرت ذكرت في كتب رجالية هزيلة سخيفة إلى أبعد الحدود لا تعرف مصادرها ولا تعرف أسانيدها يدمرون أحاديث أهل البيت بمعلومات جاءت في كتب لا أسانيد لها لا مصادر لها يفرضون على حديث أهل البيت أن تكون الأسانيد صحيحة يقيمون الأسانيد بكتب لا أسانيد فيها ولا مصادر لها ولا ندري من أين جاءوا بالمعلومات التي ذكروها مهزلة شيطانية واضحة وهذا نبي من أولي العزم يقوم بعملية فلترة حسية مباشرة بتحقيق رجالي مباشر مع كل تجربته العميقة والمعقدة ومع خبرة قومه لم يكن موفقا ولا في تقييم رجالي واحد الجميع أهلكهم الله هذا يعني أن تقييمه الرجالي لا قيمة له لا يستحق الإحترام ولذا فإن الله هكذا فعل معه أن أهلكهم بصاعقة فكيف نعتمد على تقييم هؤلاء المراجع الذين لا يعلمون ماذا يجري في بيوته الخوء مثلا هذا الذي يعد مثالا كبيرا في علم الرجال في حوزة النجف ما كان يعلم شيئا عن أحوال أولاده في داخل بيته وهم يعيشون معه وأنا لا أريد أن ألومه فنوح النبي وهو شيخ المرسلين ما كان عارفا بأحوال ولده لكنني أقول إذا كان حال الرجل هذا فكيف يعرف أحوال الرواة إنه العبث الشيطاني القذر إنها النجاسة الناصبية الواضحة التي ملأت عقول مراجع النجف وكربلاء من أمثال الخوء ومحمد باقر الصدر والسيستان وبقية مراجع النجف وكربلاء هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه ولازال الحديث في موسى النبي أذهب بكم إلى سورة الكهف وأعتقد أن قصة موسى والخضر التي تشتمل على الكثير على الكثير من الحكمة وعلى الكثير من الفقه وعلى الكثير من العلم لكن شيئاً واضحاً في هذه القصة من أن ميزان التقييم عند موسى النبي لم يكن موفقاً هو أعلم منه أعلم من موسى الله الذي أرشده الله الذي وثقه لموسى ومع ذلك فإن ميزان التقييم عند موسى كان مختلاً الله هو الذي أرشده إلى الخضر يعني أن التوثيق من الله والخضر أخذ عليه مثاقاً أن لا يشغل ميزان تقييمه ومع ذلك فقد شغل ميزان تقييمه ولم يكن موفقاً لا حينما قيم الأمر وقيم موقف الخضر حينما خرق السفين أو حينما قتل الغلام أو حينما بناء الجدار تفاصيل قصة موسى والخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد فموسى قد وثق الله له الخضر وموسى يطلب الرشد من علم الخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد الآية السادسة والستون بعد البسملة من سورة الكهف قال إنك لن تستطيع معي صبرا ميزان تقييمك ليس دقيقا يا موسى قال قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ميزان تقييمك مفرداته ضيقة قليلة محدودة هذا هو حال مراجع النجف وكربلاء إنهم لا يملكون علما ولا يحيطون خبرا بأحوال الرواة وإنما يستندون إلى معلومات تافهة هي جهل وجهالة وسفاهة هذا هو الواقع الذي عليه مراجع النجف وكربلاء واقع شيطاني إبليسي قذر به دمروا قرآن محمد وآل محمد ونقضوا بيعة الغدير ودمروا عقيدة دين محمد وآل محمد ودمروا أحكامهم وفتاواهم ونسجوا دينا سبروتيا قذرا وسخا إلى أبعد الحدود معتمدين في كل ذلك على علم القنادر هذا على علم الضلال الذي يسمونه بعلم الرجال هذه سير الأنبياء أنا أنا حدثتكم عن أي أحد من الناس حدثتكم عن الملائكة وكيف تراجعوا عن موازين تقييمهم الرجالية وحدثتكم عن إبليس ومن أن اللعنة صاحبته ولا زال ملعونا لأنه لا زال متمسكا بموازين تقييمه الرجالية وحدثتكم عن أبينا آدم وأمنا حواء وما جرى عليهما بسبب ميزان تقييمهم الخاطئ حينما اعتقد أبونا آدم من أن إبليس حينما أقسم له فإنه كان صادقا ومر الحديث في قصة نوح النبي وفيها عبرة عظيمة ومر الحديث في وقائع سورة يوسف ما يرتبط بيعقوب النبي وما يرتبط بيوسف النبي وما يرتبط بعوائل الأنبياء حتى وصلت معكم إلى موسى وكيف اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم بحسب تلك الفلترة الدقيقة وبحسب ذلك التحقيق الحسي الدقيق ولم يكن موفقا في تقييم رجل واحد لأن الله قد أهلكهم جميعا بصاعقة وهاهو مرة أخرى يخفق نبي عظيم كموسى في التقييم لماذا الخضر بين له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا التفاصيل والمفردات الدقيقة التي يحتاجها موسى في التقييم لم تكن متوفرة لديه وهذا هو الذي يجري على مراجع النجف وكربلاء وإنما يتمسكون بهزال شيطاني لا قيمة له دمروا به دين محمد وآل محمد سود الله تعالى وجوههم من الأموات والأحياء دمروا ديننا أضلونا ودمروا عقائدنا ولا زالوا على ضلالهم إلى هذه اللحظة يرتكسون في كل يوم بنحو أكثر وبنحو أسوأ وهم يتمسكون بخيوط الشيطان هذه وهم يدمرون دين إمام زماننا بهذه القذارة الإبليسية الناصبية قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا اعتمادا على ميزان تقييمه ولا أعصي لك أمر ولكن موسى نقض عهده فبعد السفينة وما جرى من الخضر بخصوصها حين خرقها قال له موسى قال للخضر لقد جئت شيئا امر لقد جئت بشيء كارثي ما الذي فعلت الذي يفعل الشيء الكارثي الشيء المضر فإنه شخص مضر الذي يفعل السيئ فهو سيئ تقييم خاطئ من موسى النبي وتكرر الأمر مع الغلام ومع الجدار إلى أن قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك وفي الحقيقة ما هو بفراق بين الخضر وموسى إنه فراق بين العلم والجهل بين علم الخضر وبين جهل موسى الذي يستند إلى ميزان التقييم الخاطئ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا مهاجع النجف من الذي سينبئهم بتأويل الحقيقة التي ضيعوها ضيعوا أنفسهم وضيعوا الشيعة معه قال هذا فراق بيني وبينك إنه فراق بين العلم الذي يستند بنحو مباشر إلى محمد وآل محمد فالخضر خادم من خدامهم من خدام محمد وآل محمد موسى كذلك من شيعتهم لكن صلة الخضر بمحمد وآل محمد أقوى وهي مباشرة فعلمه يأتي من هذه الجهة وموسى علمه يأتي من هذه الجهة ولكن عبر الوسائط ولذا لجأ إلى الخضر كي يتعلم منه فالخضر واسطة أقرب إلى محمد وآل محمد من وسائط موسى في تحصيل العلم فهذا فراق بين علم محمد وآل محمد الذي وصل شيء من فيضه إلى الخضر وبين ميزان التقييم عند نبي من أولي العزم إذا كان ميزان تقييم الرجال وتقييم المواقف وتقييم المعلومات عند نبي من أولي العزم بهذا الحال فماذا سنقول عن عن موازين التقييم عند مراجع النجف وكربلاء الذين هم في موقف يكونون فيه في حالة بعيدة جدا 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 عن معرفة إمام زمانهم وشؤونه لو كانوا عارفين بإمام زمانهم وشؤونه لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم ونحن نرى الجهل والضلال والقباحة والشؤمة كل ذلك يتفجر من أفواههم القذرة إنها قذرة بسبب القذارة الناصبية ومن أقلامهم النجسة إنها نجسة بسبب المداد الفكري الناصبي النجس هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء واقع مراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزته النجسة المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة نجسها بكل القذارات الناصبية ولا زالت النجسة تنضح منها ومن مراجعها وخطبائها الحمير في كل جهة من جهاتها في كل فتوى من فتاواها في كل كتاب من كتبها في كل برنامج من برامج فضائياتها هذه هي الحقيقة الواضحة فكل ما فيها يتناقض مع القرآن وآل محمد أخبرون من أن ما يتعارض مع القرآن فهو باطل فهو زخرف حوزة النجف من رأسها إلى ذيلها تناقض القرآن أتحدث عن القرآن المفسري بتفسير محمد وآل محمد لا أتحدث عن القرآن المفسري بتفسير سقيفة بني ساعدة فحوزة النجف توافق هذا القرآن ولذا فهي تفسير القرآن وفقا للمنهج العمري إنني أتحدث عن قرآن الغدير عن قرآن محمد وآل محمد المفسري بتفسير علي وآل علي فقط حوزة النجف تتناقض وتتعارض وتتنافر مع هذا القرآن بدرجة مئة بالمئة ابتداء من مرجعهم الأعلى وانتهاء بمرجعهم الأسفل الحضيط هذه هي الحقيقة الواضحة لمن أراد أن يحقق في دقائق الأمور وعظائمها وقد عرضت ما عرضت لكم من عظيم الحقائق ودقيق الوثائق في مئات ومئات ومئات من الساعات هي متوفرة بين أيديكم على الإنترنت أو على هذه الشاشة أتحدث عن شاشة القمر الفضائية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر